اشتركوا في القناة قلنا من يأخذ الصحن يكون له أنا فقط خائف عليك مما؟ كلما أكلت بيض السمك ستتحول إلى سمكة إلى سمكة؟ أتذكر أنني أكلت الكثير من جذور البطيخ وأنا صغير فنمت بطيخة على ظهري أنت تخدعني لا شيء على ظهرك أنا لا أخدعك لم أكله منذ ذلك الحين أنت تخدعني ماذا خدعتك يا بني؟ لقد انتهيت الطعام للآن ما العمل إذا تحولت إلى سمكة؟ عليك أن تتعلم كيف تعيش كما يفعل السمك حسنا ماذا تفعل يا داتو؟ هل أصبح جيدا يا أبي؟ أجل يا بني ولكن لماذا تسبح هنا؟ لأنني أريد أن أتعلم العيش كالأسماك أنا كنت أنت أيضا أكلت بيض السمك سنتحول إلى سمكة لنتدرب معا بسرعة في الحقيقة لقد قلت لك هذا تذكرت؟ يجب أن أجهز أشياء أخرى قلت هذا لأنني أردت أن أأكل الكثير لقد أخذ الموضوع بجدية الطعام جاهز داتو ما هذا؟ لم أتعلم كيفية التنفس تحت الماء لذلك سأستخدم هذا مؤقتا فأنا لن أستطيع التنفس بعد التحول إلى سمكة أنت السبب يا شيوتو لقد صدق داتو كلامك سيعرف بعد قليلا أنه لن يتحول تفضل داتو لماذا أصبحت تنطق الطعام؟ سأأكل هذا فقط من الآن العشب البحري فقط غذاء غير متوازل سأتحول إلى سمكة قريبا شيوتو عليك شرح الأمر لداتو داتو يمكنك أن تأكل هذا اهدأي إنه يلعب فقط يا عزيزتي لا تخاطر هذه الكمية القليلة ستجف هذا خطيرا جدا يجب أن أجهز الكثير من الماء قبل التحول إذن عليك تخزين الماء أجل أحواض السمك يجب أن أجهز حوضا أكبر من هذا يا أبي من أين ستأتي بحوض كبير؟ لقد وجدت الحل رائع هذا يكفي جدا لن تتحول على الفور إلى سمكة يجب أن أستعد اجلب لي نظارة الماء شيوتو ماذا هناك؟ أنت السبب في كل هذا؟ لماذا لم توضح الأمر لداتو حتى الآن؟ عليك أن تنظف المكان أين الآن هذا الحوض سيكون أريد؟ 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 أبي ستصطحباني إلى البحر بعدما أتحول لسمكة أنا لا أطيق فراقكما لا أريد أن أتحول تاتو أنا آسف لقد كنت أمزح معك فقط لن تتحول حقا يا أبي؟ كنت أريد أن أكل بيض السمك حقا كنت تمزح؟ بالطبع كنت أمزح معك إن كنت تستطيع التحول لسمكة حقا فأبوك أكل بيض السمك أيضا لتمكن سامعا في الحوض سيكون هذا رائعا جدا أنت سمكة اتداء من الآن أنا لذا العشاء اليوم هو العشب البحري لماذا أنا من يتحمل العطابة كل مرة؟ أريد أن أكون بهلوانا أنا أيضا أريد أن أصبح بهلوانا البهلوان عمله مرهق جدا ما يفعله نتيجة لتدريب سنوات كيف؟ إن العرض الذي تراه الآن يا بني يحتاج على الأقل عشر سنوات من التدريب عشر سنوات؟ إن لم تكن موهوبا فلا تفكر في هذا الأمر كلا سأصبح بهلوانا حسنا أتشوق لمشاهدة عروضك ألقيتها بشكل منخفض سألقي بها عاليا يجب أن أجدها مساعدا أمسك بهذه يداته تذوقها يداته ألقب أخرى هيا يا أبي لا يكفيك أكل واحدة رائع أنت جيد هيا يا أبي ألقي بأخرى أتستطيع فعل ذلك؟ ألقي بواحدة سأفعل داتو استطعت فعلها أخيرا أنت لم تتقل هذا بعد يجب أن تفعل هكذا أنظر أنت رائع يا أبي هذا شيء بسيط الخبير يظل خبيرا أبي انتبه أحضر إلي النجدة سريعا ها؟ لفوا الأطباق ولكنها سوف تنكسر اطمئن هما مصنوعان من المعدن أنت زكي حقا يا أبي طبق آخر لفهما سريعا لست جاهزا لن أستطيع القيام بالعرض الآن كلا يجب أن تقوم بالعرض أنا فقط أستطيع أن أرمي الكرات هناك حل أصبح بهلوانا بعد الشهر لأرى ما ذا سيفعل آه جيد جدا يا داتو والآن سأدعو شريكي للدخول عرض ترويض الحيوانات لم أنتهي بعد أنت تقوم بلف طبق غسل الوجه ألا تظن أن هذا شيء سهل جدا لقد بدأ العرض ما رأيكي في هذا العرض؟ رائع جدا هل انتهى العرض؟ أدي لقد اجتهدت أيضا يا عزيزتي رائع جدا رائع جدا رائع جدا رائع جدا رائع جدا رائع جدا نصف رائع جدا رائع جدا رائع جدا سبيل يغب نصف عزيزت اشتركوا في القناة نحو اليسار قليلاً نحو اليمين قليلاً حسناً ما هو رأيك يا داتو؟ هل مكانها هنا مناسب؟ رائع لقد حصل ابننا على المركز الثاني فخور بك جداً يا بني للأسف لست الأول أوشكت أن أحصل عليه ولكن سأحصل على المركز الأول في المرة القادمة أنا متأكد لا يستسلم داتو للهزيمة مطلقاً فهو يشبه أباه داتو أنت رائع سأحصل على المركز الأول لأعيدك بهذا اهدأ اشترك الكثير من المتسابقين من روضات مختلفة وحصولك على المركز الثاني شيء رائع أحسنت يا داتو والآن لا تشغل بالك لنعد الطعام كي تمد جسدك بالطاقة سأذهب لأساعد أمك كيف تركاني أستمتع بالجائزة الرائعة وحدي سأدعو أصدقائي لرؤية جائزتي لتعد المأكولات اللذيذة يا أمي سأدعو ينهو تانغ وشيوميغ لزيارتنا داتو لقد أتينا مرحباً يا داتو أهلاً بكما في بيتنا هذا رائع حقاً إن الكاكا على شكل الحيوانات محبوب جداً هناك أرنب ودب رائع وألوانه جميلة يبدو لذيذاً أنا جائعة داتو شكراً هذا مذهل جميل هل كل هذا صنعته أمك بمفردها يا داتو؟ أجل أجل رائع الحيوانات يا أمه لا تبالغا شكراً لكما اختطفت مني أمي الأضواء وأنا من فاز بالجائزة ألم يكن أنت من جعلني أعد المأكولات يا داتو؟ ليس من السهل القيام بذلك داتو هل هناك مشروبات؟ سأجلبها أنت كريم حقاً يا داتو لم أكل كاكاً لذيذاً هكذا من قبل هيا لنلعب لتأخذ ما تريدان هذا رائع يا داتو كتاب قيم جداً إن من الصعب شراءه لقد بحست عنه كثيراً ولم أتوقع أن أجده عندك تعال هنا يا داتو يا نهوة تانج اكتشفتها أخيراً هذه اللعبة مسلية جداً لتلعب معي لكن لماذا لم يرياها حتى الآن؟ سأجعلكم ترى يا جائزتي مهما حدث ماذا تفعل يا داتو؟ داتو لماذا؟ اسمعاني جيداً أريد التحدث لقد دعوتكما إلى بيتي حتى تستمتعا بالبرنامج الذي جهزته لكما والذي سوف يبدأ الآن ألم تكتشفا شيئاً؟ اكتشفنا ماذا؟ أنك سيء للغاية في الغناء أيضاً حركاتك في الرقص كالقرض في حديقة الحيوانية يا داتو ألا يمكنكم التركيز على الحائط الذي خلفه؟ ما هذا يا داتو؟ انظر بسرعة عنكبوت لا تخرجوا سريعاً هيا ضرب اسعد هنا يا داتو هناك 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 احذر يا داتو المركز الثاني أنت رائع يا داتو رأيتماها أخيراً لقد اشتركت في هذه المسابقة أجل فعل هذه المسابقة نماذج السفن بين جميع الروضات في المدينة يرسلون الجائزة للفائز إلى المنزل أجل أنت رائع حقاً ولكن كيف عرفت عن هذه المسابقة؟ لأنني أرسلت لهم نمذج السفنة الذي صنعته نسيت أخباركما بحصولي على المركز الأول ماذا؟ وأنت يا داتو حصلت على المركز الأول في ضرب العنكبوت لغة الإشارة لغة الإشارة اخترس قادم المنحلفة انظرك من الساعة ولم تنمى حتى الآن لن يسمح لكما باللعب من الغد أنت الذي لم تخرج من المتاهة سريعاً أنت الذي لم تتفاعل معي جيداً ولم ترشدني ها؟ هل سيمكننا أن نلعب يوم غداً يا أبي؟ بالطبع ولكن لا يجب أن لا تكتشف أمك الأمر يا داتو لنستخدم الإشارات للتواصل وبهذا لن تستطيع فهمنا ما الذي يقولانه هزاني لسنان؟ أخلو دائل النوم بسرعة حسناً لقد شبعت يا عزيزتي بالهناء بالهناء اذهب ونم بسرعة بعد أن تنتهي يا داتو فهمت؟ لمس الأذن يعني أن نذهب إلى الغرفة بطريقة التتابعي لكي نلعب سأذهب لأنام يا أمي لا تأتي وتزعجيني داتو مطيع اليوم يذهب كي ينام من نفسه يا أبي أنا هنا لماذا تختبئ هنا يا أبي؟ أخف من أمك لا تقلق فهي تغسل الصحون هذا رائع أريد اللعب لبعض الوقت أنا مرهقاً حقاً اليوم أبي إن الحشائشة في الحديقة نمت بشكل عشوائي سوف أساعدك في ترتيبها أوافق على هذا داتو مطيع حقاً ويعرف كيف يساعد أباه في العمل أسرع يا أبي سيحين الوقت هيا لقد أوشكت القنابل أن تنسى ماذا كنت تقول الآن؟ كان يقول إن موعد المسلسل أوشك أن يبدأ يا أمي أميه أوشكت على النفاذ هذه عطلة أسبوع سعيدة حقاً لمس الأنف يعني اللعب في الحمام والعطس يعني الذهاب إلى المرآب أين يجب أن أذهب الآن؟ تلأ صابك البرد يا شاوتو أنت تعطس كثيراً ما عليك من الممكن أن يكون قد أصابني البرد عندما كنت في المرآب هل انتظرت طبيباً؟ هل جئت لتساعدني في غسل الملابس غريب؟ شكراً يا شاوتو أجل لقد أرهقت كثيراً يا عزيزتي لذا سوف أساعدك رائع فلنبدأ كم يحتاج غسل هذه الملابس من وقت؟ لماذا لم يأتي أبي حتى الآن؟ أبي؟ ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ ما لا يعني العكس أن نذهب إلى المرآب صحيح؟ لقد شعرت بالحكة عندما لمست أنفي فلم أتمالك نفسي وقمت بالعرض ارفع أيديكما مكانكما ليس الأمر بهذه البساطة ليس تغسلاني جميع الملابس؟ هذا عقابكما ترجمة نانسي قنقر الرجل الخشبي الرجل الخشبي أبي تعال ويلعب معي هيا أنا منشغل الآن لابد من أن أنتهي من رسم هذا المخطط اليوم إلعب بمفردك لا تفعل هذا سأعقب كياداته حسناً فقد جاء الملاكم داتو 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 توقف ماذا بك لا تفعل هذا قلت لك لا تتحرك لست إنساناً خشبياً لماذا لا أتحرك لن أبقى معك يا أبي انتهيت هل قد بلغت في غضبي منه منذ قليل؟ لقد أتيت كي ألعب معك يا داتو ما رأيك بأن نبدأ الآن؟ أما زلت غاضب مني يا داتو؟ ما رأيك بأن نلعب لعبة الرجل الخشبي؟ لا أريد عليك فقط لمسي لأصبح رجلاً خشبياً هيا جرب هذا لا أريد أبي لماذا لا تتحرك؟ أبي هل تمزح معي أم ماذا؟ الرجل الخشبي غير مسموح له بالحركة أبي أبي لقد تحول أبي إلى رجل خشبي حقاً سأقول لأمي تعالي وأتفذي أبي بسرعة يا أمي ماذا هناك يا داتو؟ إن أبي أصيب بمرض الرجل الخشبي ولا يتحرك مطلقاً ها؟ هل تقصد أن أباك دخل في غيبوبة؟ لقد أصبح هكذا لتذهبي بسرعة يا أخي لتكن مطيعاً ولا تثري الشغبة أنا أعد لك العجنة اللحشة تعلم يا صغير يبدو أن أبي لن يستطيع تعلم الكلام إذن سأساعده في الحركة لنصالح هذا رائع هذا رائع أبي أنت لن تبقى رجلاً خشبياً للأبد أليس كذلك؟ لن تستطيع أكل العجن المحجوي ولم تستطيع الذهاب إلى العمل ولا أن تحكي لأن تستطم قبل النوم لتتحرك يا أبي سأظل أحبك حتى وإن أصبحت رجلاً خشبياً ولا تتحرك أبداً افتعدي غير مسموح أن تضايقي أبي هكذا لن تنقرك الطيور مجدداً يا أبي داتو أنا من المؤكد أن أبي الخشبي يحتاج لهذا لقد صار أبك بخير يا داتو يجب أن نصطي الرجل الخشبي ليكون أبسر قوة توقف ها سأضع لك السمادة أيضاً أيها الرجل الخشبي توقف شكراً لك على إنقاذ يا داتو أستطيع الحركة الآن كما أنني أستطيع الكلام أيضاً لقد عاد أبي كما كان عودا بسرعة لأكل العجين المحشو سنأتي بالحال